لو محتاج تعمل ايميل للأعمال او ايميل بيزنس او ايميل احترافي ففي الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصل على ايميل احترافي بالدومين بتاعك او ايميل بيزنس بشكل مجاني بالكامل كل اللي محتاجه ان انت يكون عندك دومين دوت كوم او دوت نت او دوت انفو اي امتداد عادي وايا كان الدومين ده مربوط بموقع او بمدونة على بلاجر او مش مربوط باي حاجة فمن خلاله هنقدر نحصل على بريد احترافي خلنا نتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو سلام عليكم انا احمد ودي قناة بلوستر المعلومات لأول مرة تتفرج على قناتنا تأكد ان تعمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد وفي الفيديو ده هنتعرف ازاي تحصل على ايميل رسمي باسم الدومين بتاعك بطريقة سهلة ومجانية فخلينا نبدأ ويلا بينا اول حاجة هنحتاج موقع زهو هسيب لك رابط بتاعه في الوصف تقدر تنتهي لليه بعدك هتضغط على الاشتراك تقدر تكتب اي بريد الالكتروني عندك واي رمز مرور عشان تسجل بيه او تقدر تستخدم جوجل عشان تسجل من خلال جوجل فانا عن نفسي استخدم جوجل عشان هو اسهل انت ممكن تستخدم الايميل عادي او ممكن تستخدم الربط بلينك دين او اي منصة لكن لو انت استخدمت ايميل بشكل يدوي وكتبت له الباسورد هيطلب منك بعدك هتضيف رقم الموبايل وخطوات تانية اكتر فالافضل اللي انت تربط بجوجل وهيكون اسهل لك واختصر معك الخطوات فانا ممكن استخدم جوجل بعدك اختار الايميل بتاعي بعدك اضغط على متابعة بعدك هتضغط على continue بعدك هتسجل دخول في زوهو هيقول لي احتاج تأكد رقم الموبايل بتاعك عن طريق الايميل او عن طريق رقم الهاتف اختار الايميل بعتلي رقم للايميل وصلني الكود هنا هاخد الكود وارجع تاني اعمل له باسط هنا بعدك هتضغط على verify انتظر اللحظات ظهرت لي الخطوة دي هتضغط على skip هنا بعدك هتحولنا على الوجهة دي بعدك هنختار خدمة الايميل انتظر اللحظات لحدنا تفتح معنا بقول لي انت محتاج ايميل professional يعني هتضيف الايميل بتاعك هنا وبعدك هتستخدمه ولا ايميل خاص بالشركة يعني هتقدر تستخدمه على موقع زوهو نفسه يعني ايميل زي الجيميل والياهو والكلام ده نضيف الخدمة التانية احنا هنستخدم الخدمة الاولى عشان نربطها بالدومين بتاعنا وبعدك هنعمل حاولي اني الوجهة دي هضغط بعدك على add وضيف الدومين بتاعي ضفنا الدومين بعدك هضغط على كلمة add اللي محتاج يعمل او تأكيد للحساب بتاعك تقدر تأكد عن طريق عن طريق عن طريق خاصة متوفرة بس تقدر ترفعها على المواقع او حاجات من دي لكن متنفعش على الدومينات المربوطة ببلاجر فاحنا بالتالي هنستخدم اول خيار او تاني خيار ممكن نستخدم اول خيار اللي هو وهنحتاج نربطها بالدومين الخاص بنا سواء كان الدومين بتاعك على جدادي او على نيمشب او اي منصة هي الخطوات سابتة لكن هيختلف شكل المنصة بس انا الايميل بتاعي او الدومين بتاعي مربوط بنيمشب او على منصة نيمشب فانا هشرح لك دلوقتي ازاي تربط الدومين على نيمشب بمنصة زهو عشان تحصل على الايميل الاحترافي او ايميل البزنس او ايميل الاعمال الخاص بيك لو انت على جدادي هتبقى نفس الخطوات لكن مع اختلاف الواجهة بتاعت المنصة في الحالة دي هنحتاج نروح لنيمشب وهسيب لك برضو رابط في الوصف. بعد كه تروح على الاكاونت وتختار على بعد كه هتروح على اللي انت عايز تفعل عليه خدمة الايميل هتضغط على بعد كه نختار على بعد كه هننزل لتحت ونضغط على ونختار النوع بعد كه نختار على هنا نعملها بعد كه نرجع تاني لزهو وناخد او اللي ظهر هنا ونضعم لها قبي ونرجع نضيفها هنا بعد كه نختار على الوقت نخليه واحد مينت بعد كه نضغط على صح كده احنا حفزناها وبالتالي نضغط على ننتظر لحظات ونضغط على تاني خطوة تأكيد الدومين بتاخد معاك بعض الدقايق يعني ممكن دقيتين تلاتة اربعة او خمس دقايق عشان يتم تأكيده ويتأكد ان تعمل له يعني الملف التكست اللي احنا ضفنا ده تم حفظه في الموقع او في السيرفر بتاع نيمشب وتم تحديثه فما تستعجلش ممكن تعملها مرة وتلاقي فشلت اصبر عليها دقيتين ثلاثة وتلاقيها تمت بعد اللحظات بعد ما ضغطنا على فريفاي حولنا للصفحة دي وقال لي ان انت كده اكيدت الدومين نضغط بعد كده على الزر ده محتاج مني اضيف كل دي في خدمة اليميل بتاعي الحلقة دي هنروح على نمشي مرة تانية وننزل لتحت في نفس الصفحة اللي احنا فيها ونختار خيار والميل ونختار على بعد كن نختار على بعد كن نختار هنا في النوع الاول هنشوفه عاطهونا ايه عاطهونا من نوع بعد كده هنضيف القمه دي مع الوقت عشر فناخد القمه ننسخها ونضيف القمه هنا وهنا نعمل ونضيف هنا القمه عشرة بالشكل ده بعد كن اختار هنا اقل مدة زمنية ونخليها واحد مينت بعد كن نضغط على عشان نحفظ الخيار ده بعد كي نضغط على Add New Record برضو نضيف نفس الهوست اللي هو Add بعد كي نروح على Value وننسخ كويمة التانية اللي هو عطه لنا ونضيفها هنا ونكتب هنا الرقم اللي هو عطه لنا 20 نكتبه هنا بعد كي نختار برضو أقل وقت واحد منت ونعمل على Save هنضيف خيار كمان وبرضو نفس كل حاجة نعمل Add لكن هنا Value نروح ننسخها اللي هي رقم 3 هنا وهنا الوقت اللي لنا 50 بعد كي هنختار واحد منت ونعمل صح كده احنا ضغفناها 3 خيارات العمالية بتاخد بعض الوقت هننتظر مثلا دقيقة وكده وبعد كي نضغط على Verify or Record بعد ما ضغفنا التلقمات دول زي ما حضركم شايفين ظهر جنبهم 3 صح يعني هنا كده تم تأكدهم لسه القمتين التانيين هنروح تاني على الNameship ونطلع تاني الفوق ونختار الوجه اللي احنا كنا شغالين فيها في الاول ونضغط على Add New Record ونختاره من نوع Text بعد كده نرجع تاني وننسخ الValue دي ونعملها هنا في Value وهنا نضيف Add مرة تانية وبرضو نختار الوقت اقل حاجة ونضغط على صح بعد كده نضغط على Add New Record ونختاره برضو من نوع Text وننسخ الHost هنا ونضيفه هنا كمان نروح ناخد الValue اللي هي الاكواد الكتيرة دي كلها ونضفها هنا في Value وبرضو نختار الوقت اقل حاجة ونخليه واحد منت ونعمل صح كده احنا ضغفنا كل الاعدادات يعني ضغفنا اعدادين هنا وثلاثة في خاصية الرسائل اللي هي تحت في Mail اللي ظهر هنا تحت بعدك هنضغط على All Recorders قال لي Complete كل حاجة كده تمام بعد كده ما انتهينا من تسجيل الايميل كل عليك هتروح على كلمة Users اللي ظهر هنا هتلاقي الايميل اللي انت مسجل به وتضغط على Create Mail Account الدومين بتاعك ظهر بالشكل ده كل عليك هتكتب الاسم اللي انت عايزه عشان يكون الايميل ده شغال عليه هختار مثلا Admin بالشكل ده واختار على Create هنتظر لحظات اللي هو الايميل ده زي ما هو ظهر كده واقدر اعدله او احذفه او اعمل فيه اي حاجة لتدددات وبعد تأميل لنفسي عشان اتأكد ان هو شغال كل حكاية اروح عشان اشوف الايميلات اللي وصلتني اروح على الصفحة الرئيسية اللي هي هنا هيفتح لي صفحة جديدة واننتظر لحظات الحادة ما تفتح وهيظهر لي هنا كل الرسائل اللي ممكن جات لي او اي حاجة لعلاقة بالايميل بتاعي دور رسالتين جم من زوه دور رحت على الايميل بتاعي وهكتب نفس الدوميل اللي انا عملته في الشكل ده ممكن نكتب الموضوع اي حاجة ونكتب اي الكلام هنا ونجرب الرسالة هتوصل للا ونضغط على ارسال اللي تم ارسال الرسالة هنروح على زوه تاني ونعمل رفريش كده وصلتني الرسالة ازا ما حتركه شايفين ونفس الكلام الغريبي اللي ظهر فيها هنا كده يبقى الايميل شغال تمام وفيش فيه اي مشكلة وحتى انا استخدمت نفس الايميل في استلم الرسالة فيسبوك عشان ااكد الصفحة او ااكد الدوميل بتاعي وين موضوع شغال تمام وفيش فيه اي مشكلة وكل ده بشكل مجاني ااكد الايميل البزنس او الايميل الاعمال الخاص بك المربوط بالدوميل بتاعك طبعا تقدر تعمل اكتر من الايميل بزنس على نفس الدوميل على فكرة ولأكتر من مستخدم عادي جدا وهتعمل نفس الخطوات لكل مستخدم كمان تقدر تضيف مستخدمين داخل الدوميل بتاعك عشان يقدروا يستخدموا نفس الايميل ويضيفه مثلا يعني بدلا ما تبقى ادمن ايتمونستر دوكم تبقى مثلا احمد ايتمونستر دوكم وتعمل كذا ايميل لك خمس ايميلات بشكل مجاني من منصة زهو بساعة تخزين خمسة جيجا فقط لكل ايميل طبعا انت هتروح على بعد كده وتعمل تسجل دخول مباشرة للاميل بتاعك عشان تقدر تشوف الرسائل بتاعتك طبعا بتسجل حسب بقى الحاجة اللي انت دخلت بها سوى ان كان الايميل او جوجل او ياهو او او فيسبوك او لينكد ان او تويوتر او ميكروسوفت تقدر تربطه باي منصة وتعمل بها تسجيل لكل عادي جدا وطبعا هنا بيزهر لك في الداشبورد كل الايميلات اللي انت استلمتها وكل حاجة خاصة بالايميل بتاعك والدومينات والاسبام اللي جاء لك واي حاجة جاء لك وعدد اليوزرات اللي بيستخدموا الدومين بتاعك ده طبعا تعمل اعدادات الدومين كلها من هنا لكن عشان تشوف البريد اللي جالك هتروح على الصفحة الرئيسية اللي هي بيكون ظهرة هنا لو ضغطت عليها بيفتح لك صفحة جديدة خالص فيها بيانات الرسائل بتاعتك وكل الرسائل اللي وصلتك واي حاجة لها علاقة بالايميل طبعا ده تقدر تستخدمها زي الجيميل عادي جدا يعني او اي منصة رسائل عادي جدا لكن الداشبورد دي بتستخدم فيها الدومين والايميلات المربوطة بالدومين واليوزرات او المستخدمين اللي يقدروا يوصلوا للدومين ده يعني مسلا لو عندك صاحبك عايز تضيفه او يعني شريكك فيه الشغل ممكن تروح على يوزرز هنا هتلاقي انت الشخص الممتلك للدومين ده تقدر تعمل اد هنا وتضيف حد تاني يدخل يتحكم فيه الدومين يعني تكتب اسمه واللاست نين بتاعه وتعمله اسم المستخدم خاص بالايميل بتاعك خاص بالدومين بتاعك وتعمل له باسورد وتضيفه كيوزر كمان تقدر تعمل انفايت لو هو مسجل على ملصة زهوة امريكات تعمل له انفايت ويوصل له انفايت على الايميل بتاعه عشان يخش يبقى شريك في نفس الدومين اللي انت عملته ده طب لو عايز تنشئ بريد الكتروني جديد او ايميل جديد بيزنس على نفس الدومين لنفس المستخدم كل عليك هتوقف على نفس المستخدم اللي انت فيه هتروح على يوزرز هنا وتوقف على نفس المستخدم وتضغط على زينا بعد كده تختار على اد ايميل هنا بعد كده هيحاولك لوجهة دي هتضغط على زر اد اللي ظهر فوق هنا ويقولك اكتب الدومين اللي انت عايزه يعني الدومين اللي انت نفسك فيه اضيفه هنا يعني مسلا ممكن تعمل مسلا احمد اد ملصة لكم او اي حاجة لك تضيف خمس ايميلات بنفس الطريقة بشكل مجاني وبرضو الميل بوكس بتاهم هيبقى تروح على الصفحة الرئيسية يحاولك على كل الرسائل اللي جات لك وكل الاستخدامات وتقدر تعمل رسالة تضغط على نيو ميلها وتبعت رسالة انت لأي حد اكيانك بستخدم جيميل عادي جدا ويبس دي كل حاجة هسيب لك ربط المواقع في الوصف تقدر تنتقل اليها مباشرة واتمنى لو عاجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك واشتراك في قناتنا نصة المعلومات دي لأول مرة تتبعنا كان معكم احمد من قناة نصة المعلومات وسلام رحمة الله تعالى وبركاته